مرحبا من جديد بيقولوا الطبقة المتوسطة بأي بلد هي الضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي دائما يتم التعويل على الطبقة المتوسطة هي المأمن الكفاية والرفاة بالحد الأدنى لأفراد الأسرة هلأ بسوريا المشاهد كلها اللي عم نعرضها هي للناس المعترين الفقراء يلي عبركدوا وراء رغيف الخبز وراء جرة الغاز وراء المازوت والمقلب الآخر فيه مشاهد تانية عبر تفوتنا والحقيقة هي ما متوفرة كتير أنا وصلني مشهد هلأ رح استعرضه معكم بيبين الحياة الباذخة يلي بعيشها قصب طبعا صغير يعني من المجتمع السوري يلي بشكل أو بآخر حافظ على ثروته أو في كتير منهم هنه من مستحدثين نعمة يلي استفادوا من الأحداث وأثروا وأصبحوا في غنى فاحش ما بيعرفوا وين بدي يصرفوا مصرياتهم طبعا أنا هذا المقطع طبعا وصلني وتأكدت أنه بسوريا من فترة قريبة ولكن ما رح أذكر اسم العائلة ولا حتى أظهر وجوه الأشخاص المعنيين لأن ملغاية تشهير بها العائلة ولكن حتى نحكي عن هذا الموضوع لاحظوا معي هذا هو احتفال بعيد ميلاد طفلة في سوريا لعائلة غنية يعني في مكان عام على ما يبدو ممكن نقبل الزينة ممكن نقبل وجود الأشخاص ولكن وتنوصل لعدد يعني عدد أوالي بعيد الميلاد لهالطفلة هي طفلة صغيرة حسب ما شفت بالصور طبعا أو عرفت من المعلومات وصلتني عمرها سنتين منشوف البذخ والصرف يعني بهذا الوقت بالوقت يلي الناس عبتموت فيه من جوعة بغير حساب وبغير مبرر طبعا أنا ما بدي حاكم الأشخاص هن أحرار ويعني أحرار بمالهم وممكن يكونوا طبعا دايما تنطرحي قضايا بيقولوا أنه ممكن يكونوا عب يعملوا خير كثير وهذا جائز وممكن ولكن الغاية من عرض هاي المشاهد هو أنا وارجيكم أنه موت الطبقة المتوسطة في سوريا وتعرض المجتمع طبعا إذا بقي يعني في كلمة مجتمع صالحة في سوريا لخطر آخر التقسيم مو بس جغرافي وطائفي ومذهبي أيضا بيصير فيه تقسيم طبقي ويعني بيصير الفروقات بين الطبقات واسعة جدا لا الغني بقى بيحس بالفئير ولا بيتعاطف معه ولا بيحاول يساعده لا يطلع من المأساة والمعاناة يلي هو موجود فيها وبيصير فيه نقمه بالمقابل من الفقير على الغني لا حياة البذخ والرفاه والإسراف في المصروف يلي عم يعيشه بدون ما يحس فيه وهذا طبعا بيعمق من المشكلة بيعمق من انقسام المجتمع بيزيد الأزمة حدة يلي عم نعيشه هلأ شو الحل ما بعرف ولكن أنا أتمنى على كل صاحب مقدرة بأي اتجاه إن كانت مالية ولا غير مالية مادية ولا غير مادية إنه يعني يفكر قليلا في هذه الظروف كيف عم يصرف أمواله كيف ممكن يساهم في تخفيف المعاناة عن غيره حتى لو كان عم يعمل خير الأموال بدي يصرفها في الإسراف وهذا ممكن يساعد فيها أكتر وأنا بدي ألكن هاي المساعدة من مصلحته لأن بالنهاية إذا ما عد في بلد ما عد في ناس ما عد في سوء لا هذا الغني ولا هداك الغني ولا أي طبقة من الطبقات رح تكون قابلة للحياة هذا الشيء اللي بدي أحكيه بهذا التجهيل الأصير شكرا لكم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا لكم